تنعقدت لجنة السياسة المالية اجتماعها العادية برئاسة محافظ بنك الجزائر رستون فضلي لاستعراض الوضع الاقتصادي والنقدية والمالي وطنيا ودوليا ولخص الاجتماع بقرار خفض معدل الاحتياط الإجباري من 3% إلى 2% بداية من 15 فبري 2021 وبهدف تحرير هامش سيولة إضافية لتعزيز القدرات التمويلية للبنوك وفقا للسياسة النقدية وفقا للسياسة الوطنية للانعاش الاقتصادي وتنوعه وأعلنت اللجنة المستوى المعتدل أو التذخم المسجل سنة 2020 بقي متوافقا مع الأهداف السياسية النقدية مع ارتفاعه قليلا بنسبة قليلة لسنة 2019